ورياضيا أعلن الاتحاد والإفريقي لكرة القدم عن إقامة نهائية دورية أبطال إفريقيا 2022 في المغرب بعد انسحاب السنغال وذلك يوم 30 من شهر مايو والقاري هذا وقال كاف في بيان رسمي إنه تلقى عرضين من الاتحادين السنغالي والمغربي لصدافة النهائية وأضف البيان بأن الاتحاد السنغالي لكرة القدم سحب بعد ذلك عرضه كما أعنى كاف في بيانه أن هناك منقشات تأتقرى حاليا للعودة إلى النهائي القديم بالنظام الذهاب والإياب بدلا من نهائي المباراة الواحدة واقترب النادي الأهلي بشكل كبير من بلوغي النهائي للمرة الثالثة على التوالي وذلك بعد فوزه العريض على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بروعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي البطولة كما اقترب الوضايات المغربية من الصعود للنهائية بفوزه خارج أرضه على بيترو أتلتكو الأنجولية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد